من أهم الحاجات اللي حصلت انبارح في الندوة التطقيفية للقوات المسلحة كان الحديث اللي دار ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء سمير فرج الحوار اللي كشف فيه لأول مرة عن علاقة الرئيس والمرؤوس القائد والضابط بالكتيبة لما كان اللواء سمير فرج قائد كتيبة والرئيس عبدالفتاح السيسي ضابط الاستطلاعات الجديد الملازم الاول عبدالفتاح سعيد السيسي في هذه الكتيبة خلينا نتابع جزء من هذا الحوار ونرجع لحضرتكم مرة تانية اسمحوا لي ان انا حقد يعني ديئتين تلاتة من وقتكم وحوجه التحية لكم جميعا بس حوجه التحية لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما عرفوش وكتير من الجيش يمكن ما عرفوش ده اللي هو سمير فرج كان قائد كاتبتي واسمح لي يا فنم ان انا اتكلم يعني عمره ما ذكر ده في اي لقاء تليفزيوني او كده وده امر انا مش حاولي سقدره ان انا رفضه لا سقدره من رجل يعني هتكلم على ان احنا دايما منقول في الجيش الوحدة قائد لو القائد اللي جاي يدير الوحدة قائد عظيم الوحدة بتبقى عظيم والعكس صحيح فكتنا في الوقت ده ملازم اول يعني وقالوا ان المقدم سمير فرج جاي من كلية القادة والاركان وده المقدم اسمح لي ان انا اتكلم بالطريقة ديت جاي عشان يمسك الكاتيبة هنا وكان في الوقت ده السمعة الطيبة والقدرة العلمية معروفة جدا جدا وكان ساعتها طبعا كان راجع من كلية القادة والاركان في بريطانيا وانا لما ارحت بريطانيا لنفس الدورة ديت كانت اكتر حاجة مشهورة بها الكلية هي المناظرة اللي تمت ما بين الدكتور او اللواء دكتور سامير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب تلاتة وسبعين فانا دي السمعة اللي كانت جاية للمقدم سامير طبعا انا تعلمت ايه منه انا تعلمت منه حل المشاكل في كل واحدة بيبقى فيها مشاكل ففجأت اولا هو خد نظامة استطلاع وامن الكتيبة بعد ما وصل ممكن بسبوع ولا عشرة ايام وفجأت ان كل المشاكل اللي موجودة في الكتيبة وفي كتاب اخرى في الجيش في الوقت دوت هو ليه طريقة في ايجاد حلول لها فتعلمت ان ما فيش مشكلة ملاش حل بهدوء ويسر وفكر فتعلمت منه ده وبعدين كان ليه حظ ان انا خدمت مع سيارته برضو هو الرئيس اركان الفرقة تلاتة وتلاتين وقاد الفرقة تلاتة وتلاتين فانا بوجه لك كل التحقية يا فاندم وكل التقدير يا فاندم والاعترام يا فاندم ما كانش ممكن ان انا اعدي ما جاتش فرصة قبل كده ان انا اشوف سيارتك في مناسبة زيدي عشان اذكر ده ففضل فاندم بسمح لي فاندم اقولي حاجة فضل فاندم انا عمري ما ذكرت هذا الموضوع في حياتي حتى لا يقال ان بتبلغ انا مش حتكلم بعد مخرج النهاردة عن هذا الموضوع تاني انا عارف ان كل وسائل اعلام حتكلمني وانا مش حتكلم تاني فيه لكن اسمح لي كلم النهاردة المرة الاولى والاخيرة اما رحت الكتيبة كنت الملازم اول عفتاح سعيد السيسي زابت طلع الكتيبة عدنا سنة ونص مه بعد يوم ما سبت الكتيبة انا كتبت التقرير السري القوات المسلحة مزاي المدنيين مدنيين بتكتب للناس كلها امتياز قوات مسلحة سيادتك عارف عندنا لا كتيبة اربعة وثلاثين اربعة بياخدوا تقدير امتياز رائد طارق رئيس عميات الكتيبة رئيس شؤون الدارية قائد السريا اثنين نقبة والملازم اول الوحيد اللي خاد تقرير سر امتياز الملازم اول عفتاح السيسي انا انا مش بقولي النهاردة عشان حتك موجود طب ليه سيادتك عارف لما كنا مندي التقارير دي امتياز كان لازم ورد تقارير الاسباب اللي كتبنا لها الامتياز افكر حضرتك انا كنا في مواقع دفعية في سينة كنا طول النهار بنطلع بالعربية الجيب انا وحضرتكم بنلفع كتيبة ونمر وفي يوم حصل عاصفة مواقع دفعية مواقع دفعية حاجة اللي بنقول عليها لا اعملوا اعملوا جبنا النسطول هنا عساكر الكتيبة فطرة عساكر الكتيبة راحة الميا الاجازات دخلوا مواقعهم واخدت الاجازات وهم نزلين عشان ينزلوا اجازاتهم الكلام ده زابط ملازم اول يتخذ القرار ده يبقى زابط صاحب قرار وعشان كده لما كتبت عشان كده لما كتبت التاريير ده لحضرتك والتاريير الخاص كتبت زابط له مستقبل وصاحب قرار كام ده من اربعين سنة ما كنتش عارف ان في يوم الايام سادتك هتبقى رئيس الجمهورية المنظر ده فنم انا شفته يوم ما قررت تخلص مصر من الاخوان واستخدت القرار بتخليص مصر من الاخوان السيادة الرئيس انا كنت معك وربنا شاهد انا خلاص سني كبر وحنقابل رب كريم وانا لا انافق انا بقول كلمة حق هابل بها ربنا وحسيبني اذا كنت كذبت بكلمة واحدة احنا كنا مع بعض في المجلس العسكري وسيدتك وده احدث زابط في المجلس العسكري يوم ما اتخذت قرار بالتخلص من الاخوان هذا القرار هيكتب لك بعد مئة سنة لما يتقال الرئيس عفتاح السيسي انه خلص مصر من الاخوان كل اللي بتعملكم واناك خلصتنا من الاخوان وذلك يوم 30 يونيوم لما وقفت واتخذت القرار افتكرت من 40 سنة الملازم اول عفتاح السيسي اللي اتخذ القرار يومها في الكاتيبة وهو عند 22 سنة اعمالها وهو وزير دفاع عشان كده انا بفتخر في يوم الاهم اننا كنت مع حضرتك في الكتيبة لا يا فندم انا اللي كنت مع حضرتك انا اللي كنت مع حضرتك مش انا لا لا انا اللي كنت مع حضرتك انا اللي كنت مع حضرتك وبفتخر اننا كتبت هذا التقريب لحضرتك من 40 سنة ما كنتش لا عايز اتملق ولا انافق ولكن دي كده متحق اللي بنقوله لحضرتك ربنا وفاك وربنا يكرمك اللي بتعمله النهاردة حلم كنا بنحلم به زمان أنا آسف هتول على حضرتك بالكلام معلش في يوم الأيام أنا كنت راجع من بعثيتي من إنجلترا ودخلت في فرنسا وطلع من الطريق بتاع باريس وشفت الطريق ست حرات قلت يا رب هيبقى عندنا في يوم طريق زي ده وحصل وحضرتك عملت كل الطرق وكل العظمة اللي بتمنت مصر عشان كده دايماً بقول ربنا بيكرم مصر بالناس بتوحى عبد النصر كان قائد عظيم السادات كان قائد عظيم مبارك كان راكل عظيم أياً كانت ملاوه ما عليه والسادتك راكل عظيم ولي بتعمله المصر هعود لك إن شاء الله لك احنا سعداء بيك بكل هذا التطوير وإدينا في إديك وإن شاء الله هنكمل المشور شكراً لفندم وإن شاء الله أعمر العلم ستترفع عن الحاجب 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 وإن شاء الله أعمر العلم ستترفع عن الحاجب أعمر العلم ستترفع عن الحاجب شكرا